نظمت مؤسسة حياة كريمة بتعاون مع جامعة قناة السويس ندوة توعوية تثقفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وما تشهده مصر من تنمية شاملة في كل القطاعات وذلك بمقر كلية التجارة بالجامعة خلال الندوة تم تأكيد على أهمية المشروع القومي حياة كريمة وما يقدمه من تنمية شاملة في كافة المحاور للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي داخل الكرة الأكثر احتياجا كما تمت الإشارة إلى أن أهم سمات المشروع تتمثل في توحيد كافة الجهود ومنها جهود الشباب المتطوع مما يعزز من إحياء المسئولية المجتمعية للطلبة في كافة المناحي جامعة قناة السويس بطرعة ندوة تبعوية إن شاء الله للطلاب من المشاركة مع مؤسسة حياة كريمة بنفاهم الطلبة وبنوريهم قد ايه مجودات الدولة بقيادة الرئيس سيادة عفاة تحسيزي ازاي حياة كريمة عملت مجود كبير جدا في القرى التابعة لمنطقة الأنطرة الشرق الحقيقة نقل حضرية كبيرة قوي الطلبة محتاجين طلبة قناة السويس محتاجين نعرفهم بهذه الرؤية وهذا الانجاز الكبير جدا ترجمة نانسي قنقر